اشتركوا في القناة من خلال مؤسساته التشريعية لإقرار قانون إعدام الأسرة وهذا القانون يتنافى تماماً مع كافة الشرائع الدولية واتفاقيات جينيف وكل المواثيق الدولية التي تدعم حماية الأسرة الحرب الموجودين داخل سجون الاحتلال نحن نرى إن كانت إسرائيل تخطط لإقرار هذا القانون هو مسنود بالأساس بدعم القوى الدولية الظالمة التي أصبحت لا ترى إلا ظلام هذا الاحتلال نحن نؤكد أن هذه الممارسات هي على خلاف تام مع القانون الدولي الإنساني والمطلوب الآن تشييد كافة القوى الدولية وكافة القوى الإنسانية والشعوب الدولية من أجل مناهضة هذا الاحتلال في كل ممارسات نازية التي تتمارس ضد الشعب الفلسطيني مناهضة مجتمعية لا تنفك عن قضايا الشعب الشعب الفلسطيني يصامت على جرائم العدو الصهيوني بأن الأسرة هم مكون أساسي منه بأن هذا القانون سيكون عامل تفجير للأوضاع داخل السجون وخارجها ولن يسمح الأسرة داخل السجون ولا شعبنا الفلسطيني بتمرير هكذا قانون لأنه ينتهك أولا القوانين والأعراف الدولية التي اعترفت بالأسرة الفلسطينيين أسرة حرب ويجب إطلاق صراحهم وإعطاهم كافة حقوقهم حقوق الإنسان تنتهك الآن على الأراضي الفلسطينية وبحق الأسرة الفلسطينيين نقول بأن على كافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الوقوف عند مسؤولياتها الأمم المتحدة مطالبة بأن تقف عند مسؤولياتها كون أن هذا القانون المنوي إقراره من قبل ما يسمى بالكنيسة التصويوني إنما هو مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي لا كريم تحية لا كريم تحية من نقبتنا الآبية السلام عليكم من نقبتنا المهلية بسلة فعاليات الأسرة والوقوف معهم في كل وقت اليوم نحن في هذا المقام نطالب المؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية والمؤسسات الإقليمية والمحلية وكل أحرار العالم للوقوف إلى جانب نقابة المحامين الفلسطينيين في هذا الحراك الذي يحول دون قتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني وأسره والأسرة الآن أصبحوا في فم الموت بعد هذا القانون قانون إعدام الأسرة في مواصلة غطياء بغيانه واعتباره وتدخله في صفات الإجرام الغير عاقب على حكومة الاحتلال يعتبر بحد ذاته دعما لهم صورية هذا المحتل والذي يعتبر رمزا للسموت توحيد الجهود من أجل إطلاق حملة دولية ترجمة نانسي قنقر